اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة خلال زيارات التفقدية الى مجمع السلمانية الطبي اليوم بمعية سعدة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والشيخ هشام بن عبدالعزيز الخليفة رئيس مجلس امناء المستشفيات الحكومية نعم وذلك بحضور الدكتور احمد محمد لنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية وعدد من المسؤولين بمجمع السلمانية الطبي وجاء ذلك من حرص حكومة مملكة البحرين على استمرار المبادرات الرامية لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بما يتوافق مع مبادرات تطوير القطاع الصحي في المملكة وفق اعلى معايير الجودة والتميز وقد شملت الزيارة الميدانية عددا من مرافق المجمع من اجل الاطلاع على اخر مستجدات المشاريع التطويرية التي تقوم بها المستشفيات الحكومية في مجمع السلمانية الطبي ومشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ ومشروع توسعة غرف العمليات انتهاء بوحدة القصطر الدموية والدماغية لما لهم من دور كبير لتقديم خدمات نوعية لجميع مرتادي المجمع من عموم المرضى والمراجعين وبعد الزيارة التفقدية تم استعراض ومناقشة خطة التطوير الشاملة لمجمع السلمانية الطبي وعدد من المحاور الهدفة لتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وتقديم رعاية صحية ذات مستوى عال لجميع افراد المجتمع وثمن معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة ورئيس مجلس امناء المستشفيات الحكومية الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة المشاريع التطويرية في القطاع الصحي بالمملكة وفي هذا الإطار أعربت سعادة الدكتورة جليلة بيت السيد جواد حسن وزيرة الصحة عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس العالى للصحة على زيارته التفقدية لمختلف المرافق الصحية في المملكة مؤكدة حرص الجميع على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين على مختلف المستويات الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والتميز والتنافسية من جانبه أكد الشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية همية موصلة الجهود في تطوير وتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة لتتماشى مع رؤية وأهداف مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر